أعطيكم العافية شباب نحن تقريبا خلصنا هذا الباب المحاضرة الماضية كنا نحكي عن أنواع الاجنت وحكينا أننا في عنا هؤلاء سيمبل رفليكس ايجنت ايجنت لنعكاسي فبالتالي أنه يعمل على أساس كونديشن رولز وهنا النوع الثاني رفليكس ايجنت ندخلنا الموديل في الموضوع أنه يشوف كيف العالم يتطور معه والجول بيست ايجنت بحط اللوغو انه يحققه واليوتيلتي بيست ايجنت انه بيكون في عندي كل ما لاقي هذا المصطلح مع ذلك انه الناتج يكون عبارة عن نمبر يحدد قديش مقدار انه انه انا قريب من الجول تمام وشوفنا كيف انه احنا ممكن نحول هدول الاجنت كلهم لأعلم الاجنت شوفنا الكمبوننت بشكل سريع انه هاي لاحظ كل مرة نحنا بنضيف الكمبوننت جديد هاي الكمبوننت الاساسي في الريفليكس ايجنت انه كيف شكل الانفيرومنت حاليا وانه بناء على الكنديشن رولز بحدد انه ايش الاخشي انا بدي اخده حاليا هذا السمب الريفليكس و الموديل بيست ايجنت انه بالاضافة لهدول الاساسيات تمام الثلاثة انه اضفنا هدول الشغلات المتعلقة بالستات والموديل هادي الشغلة الجديدة اللي موجودة عندي تمام اما الريفليكس انه تم استبدال الرولز اللي موجودة بالريفليكس ايش هي الريفليكس وهذا الكلام هنشوفه و هنرجع له و هنذكرك فيه في الريفليكس لانه في الريفليكس ممكن انه نشتغل بنظام انه انا بدي قول معين انه اسأل هالريف ممكن انا حققه او ايش الخطوات عشان اصل فبالتالي هو نفس السابق ولكن هنا تم استبدال الرولز بالغولز اما الريفليكس نفس السابق ولكن الاختلاف انه تم استبدال الغولز بالريفليكس والريفليكس بترجع لي عدد فاكتورز مجتمع مع بعض انه بدي اخدها معين الاعتبار في تنفيذ الريفليكس انه انا بدي اضيف عدد كمبوننت ايش هي الكمبوننت هذي في عندي ثلاث شغلات مرتبطة مع بعض الكريتيك والليرنينج والبرفورمانس هدول الثلاثة بدهم يشتغلوا مع بعض عشان انه يتعلم من خلال الكسبلوريشن يعني على سبيل المثال انه هذا الكمبوننت بقيس لي الهداء تبعي بالمقارنة مع الستاندرد برفورمانس وبينان عليه بيقول لي انه لا انت البرفورمانس تبعك اجل لا البرفورمانس تبعك اشك يعني اه مختلف بالظبط فبديني فيدباك فالفيدباك هذا انا باخده بصير افكر انه في البرفورمانس هنا انه بناء على تغييرات معينة انا بسويها طيب لو جربت كذا بروح بقيس البرفورمانس كمان مرة تمام وبروح الناتج تبعي بروح بخزنه في نوليج بهذا الشكل يبقى هدول الثلاثة عشان موضوع البرفورمانس كذلك من ضمن البرفورمانس بدي ادخل شغلة اضافية البروبلم جينيريتور ايش البروبلم جينيريتور انه بحاول انه هو يصطنع مشاكل معينة عشان لما انتقع معها المشاكل في المستقبل انه يكون اتعلم كيف يتعامل معها يعني على سبيل المثال انه هو بيكون ماشي و بروح بجرب البريكس تبع السيارة في انواع مختلفة من الطرق فبالتالي بتعلم انه البريك في الارضية المستفلتة انه بروح بتوقف مثلا بعد 3 متر من ضغط البريك في الارضية المبلطة بتوقف بعد كذا في الارضية اللي عليها تالج بتوقف بعد كذا فبالتالي هذه بخزنها كنوليج في حال انه هو وقعت معه مشكلة معينة بتكون انه هو بيستخدمها في نوليج كذلك انه هو ممكن يفترض انه مثلا في عنده مثلا هذا في عنده بريير أو في عنده بلو يعني شغلة بيحجب الطريق تبعه كيف منه هو ممكن يتصرف فبالتالي انه بيجرب شغلات تانية عشان انه هو يحل هاي المشكلة كيف اه طبعا لانه هنا انه الكريتيك الكريتيك انه بروح بيجرب الشوكينج لانجوج تبعه البسنجر تمام و بروح بعمل انه هذا الاكشن مخاطر انت مخاطر انت مخاطر انت مخاطر انت مخاطر انت هاي الشغلات انه انت مش يعني بالضبط هي انت عندك يعني بيئة مخصصة لتجريب هاي الشغلات انه هو بنحط انه يتعلق فيها وحكينا ايش الفرق بين الاكسيبلوريشن والاكسيبلوريشن انت بتجرب في الاكسيبلوريشن بتجرب شغلات كثيرة وبتعرف من الشرات اللي شربتها ايش الجود وايش الباد تروح تعمل اكسيبلويت بتستغل الجود اكشن يعني بتعمل اكسيبلويتشن للجود اكشن وذكرنا امثلة يعني على سبيل المثال انه انت وصلت الركاب بطريقة معينة فبالتالي هذا ادى انه يدو لك tips قليلة يعني مغشيش قليل فبالتالي بتعرف انه طريقة زي التوصيل هدي فيها اشكلية بعيدة هاش تاني تمام اه الاكرامية تمام او على سبيل المثال انه انت رحت عملت نافيجيشن او كانت مكان في طرف المدينة وانه كان فيه ركاب خفيف او انه انت بتستكشف انه انه انت بتعرفش انه المنطقة هديك فيها ركاب قليل او لا رحت جربت بنفسك فبالتالي انه فيه ركاب خفيف في هديك المنطقة في المدينة فبالتالي انه انه اذا بهمك انه قديش مقدار الغلة اللي انت بتجمعها اخر نهار فبالتالي انت ما تروحش على المنطقة هديك تمام طيب هاي الخلاصة اللي احنا بدنا نحكيها انه انت في عندك هنا action learning knowledge والمثلت بهذا الشكل بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه وبدنا نبدأ من ال action ال action التأثير تباحها والfeedback تباحها بيقدي انه انت بتتعلم شغلات معينة والشغلات اللي بتتعلمها لازم انه انت تخزنها طريقة التخزين تباحها بده تكون structure عشان انه نسميها knowledge طبعا انه من ال action انه انت تتعلم فيها هذا بنسميه reinforcement learning او التعليم بالاجبار ماذا فكرة هذا النوع من التعليم احنا اخذنا في ال machine learning supervised and supervised وفيه من ضمن الانواق اخذنا reinforcement reinforcement يعتمد على الثواب والعقاب ال action ال good بتكافؤ عليه وال action ال bad بتعاقب عليه و بتدي score واطلة بالتالي يفترض انه يتعلم انه ما يعيدوش لانه لا اذا عملت زيك سيوطي score طبعا هنا و هنا learning وانه انه تتخزنها كknowledge انه هنا بدك تستخدم اثلي بال machine learning وال statistics اما هنا تعليم بالاستكشاف او تعليم بالاجبار هذا بنسميه المنطقة هذي reinforcement learning تمام و knowledge طريقة يعني انه انه كيف بتخزنها انه انه بتتخزنها على شكل logic معنى logic انا بقصد هنا f then rules او على شكل probability انه اه والله انه قديش انه يعني probability انه يكون في بسنجرز معينين في مكان معين انه بنسبة 70% مثلا على سبيل المثال the heuristics و the inference the inference هذا مرتبط ب logic بانه انه تستنتج من rules الموجودة عندك و the heuristics اللي هي عبارة عن طرق من طرق الحل حل problem solving تمام و هنا في هاي المنطقة انه ال knowledge هذي بدك تستخدمها انه انه تختار ال action اختيار ال action في حد ذاته احنا بنسميه planning و the planning يدخل فيه decision theory decision theory معنى ذلك انه تستخدم انه تختار ال action هذا ولا ال action هذا بناء على بناء على بناء على بس كل action يدخل معين و اختار حسب score و هنا نفس الاشي انه بناء على knowledge انه انه ممكن تطبق game theory غير problem solving game theory المبدأ انه انه تزود score وتقلل score الخصم تمام باعدة الشكل هذه الجزئية احنا حكيناها بالتفصيل اللي هي reinforcement learning التعليم بالاجبار انه action من action معين بروح انا بتعلم وبناء عليه بالمرة الجاي لما اختار action انه ال action الباد بروح بتجنبها هذا من سميه التعليم بالاجبار reinforcement learning تمام هذا الملخص في الشابتر انه احنا حكينا على PS ومن PS تحديدا احنا فصلنا في environment تمام ال environment هذه انه حكينا انه فيها properties خاصة فيها وخصاص ال environment هي observable مش observable deterministic ولا st cost ولا deterministic تمام و وحكينا انه rational agent يفترض انه يعمل maximize لل performance هذا تمام بناء على PS طبعا من performance انه شفنا ال agent function وال agent function احنا كيف عملنا لها formulation في الانواع المختلفة من ال agent تمام وشفنا كذلك انه ثلاثة architecture مختلفة لل agent program لانه حكينا ثلاثة مع انه شفنا اربعة لانه حكينا انه هدول التنين نفس الشيء تمام بس هالاختلاف هنا انه هي بترجع لك سكور هنا انه 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 وصلت لل destination لكن ال utility ايش بده ينضاف عليها هاي الفرق انه 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 تصل لل destination معين في تاكسي 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 درايفور لكن في ال utility انه انه انت تصل لل destination باقل وقت بده يدخل في معاها خمسة سكورس او اربعة سكورس اقل وقت تصال و تصل سليم وتصل امن انه انه بدون مخالفات بدون كذا بدون يدخلو مع بعض هذه نفس ال architecture بس الاختلاف هنا بدل utility function وهي النوع الاول وهي النوع الثاني تلاتة باب الثاني في الارتفيشال انتليجنس مودن الابروتش هذا الكتاب ورح نبدأ في الباب الثالث الباب الثالث اللي هو بروبلم سولفينج باي سيرش تمام في حدا عنده سؤال هذا الباب لا يوجد شيء